سلام شباب أصعب تحدي باركور أو أصعب باركور متوفر حالياً بالساحة اللي ختموه يا شباب هنه الشخصين أنا وأبو عطا يعني إذا في حدا ختموه يتفضل يفرجينا حوله في الساحة هلأ أنا ختمته يا شباب طبعاً ورا الكواليس وهلأ رح أختمه قدامكم طبعاً الباركور يا شباب صعب جداً 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 مستوى الصعوبة عالي فيه يا شباب وكمان مراحله كتير صعبة فيه وكتير مراحل صعبة واسم الباركور هلوسة من اسمه بتعرف أنه باركور مهلوس معلم فإن شاء الله اليوم يا شباب رح أختمه طبعاً بما أنه الباركور طويل ممكن أسرع لكم المقطع كتير يا شباب لأنه الباركور تقريباً إذا ما غلط الإنسان فيه ولا غلطه إذا ما غلط يا شباب بيطول معهم 20 أو 25 دقيقة ختم وإذا غلط رح يرجع مرحلتين 3 إلى ورا يا شباب لأنه ما في رسبونات الرسبونات فيه قليلة فلهيك الباركور بيأخد وقت وأكيد رح نغلط كتير خمس ست مرات أو أكتر بس بالنهاية يا شباب إن شاء الله رح نحاول نختمه برقم حلو وقياسي فنقول بسم الله يا شباب وخلينا نسرع لكم الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بكل الباركور هدول النطات فيها كتير بعاد بس انا رح اعطيكم الطريقة لحتى تختموها بكل سهولة لهاي المرحلة يا شباب لما بتكم تنطوا حاولوا تنطوا على اخر نفس وبنفس الوقت يا شباب اكبسوا التسلق لما تكبسوا التسلق قبل ما تصلوا اكبسوا التسلق يعني نحنا بالعادة منستنى اللعب ليوصل لحتى نكبس التسلق لأ بهاي المرحلة يا شباب متل ما يلاحظين بختمة أنا ان شاء الله ان شاء الله رح اختمها من اول مرة بدون ما اغلط فقبل ما توصل للمكان لازم تتشبس فيه بوست تسلق لحتى يتسلق معك وما تأغلط حاولوا تنط على اخر نفس وبنفس الوقت بوست تسلق قبل بثانية او بثانية ونص كمان لانه النطات هاي كتير صعبة يا شباب وغالبا الناس بتعلق فيها نص ساعة لحالة لهاي المرحلة متل ما يكوا شافين على الديناها من اول مرة والمشكلة بس وصلت على البيت ما في رسبون عندك مرحلة اصعب هون يا شباب نطوهاي عجنب وهي نطوها متل شوفو يسعد ديني شايفينش تون نطيت عجنب ولفيت الموس على اتجاه النطة هون بتدخلوا للبيت يا شباب وبعدها بتجوا لهم تطلعوا عسطح ومن هلأ برجع بسرعيكم الفيديو اشتركوا في القناة طبعا هون يا شباب كمان هي النطات هوني كمان صعبة نطات الدواليب المشكلة في نطة الدواليب صعبة احيانا ما بيتشبس مثل ما شفتوا هلأ ارجعت طلعت مرة تانية المشكلة يا شباب انه ما بيتشبس احيانا بجلش ما قلل اسمو يعني شون بقول لكم لسه المرحلة الحاوية يا شباب مرحلة الحاوية النطة هاي اللي النطة الحاوية شايفينها ابشع وابشع هاي النطة الدواليب ممكن الوعد يعدية اول مرة بس الحاوية يا شباب كتير كتير صعبة فنفس الطريقة بدكم تنتمدوا يا شباب اللي شرحت قبل شوي بدك تنط يا صديقي وتضل كيبس جويستيك تلماشي لقدام يعني كيبس زر الماشي لقدام لاتشي ايدح عنه يساعديني لاتشي ايدح عن كابسة تلماشي لقدام ابدا متل ما لكم شايفين هاي النطة كمان صعبة يلا جلبي سرع الفيديو اشتركوا في القناة 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 يا الزلمة وأخيراً نط ما أسهل من مرحلة يا شباب بس المشكلة زنخ زنخ المكان زنخ ما في عندك مجال تنفت والله يا شباب مرحلة سهلس ما في مجال تنفت سرق قلبي سرق يا عفو الله يا شباب كمان هالمرحلة هاي كمان صار لي فيها دايتين ثلاثة والله العظيم يا شباب هيبدأ خمطة على آخر نفس وطلعت فوق هيك وأخيراً وأخيراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تم ختم الباركور تقريباً أكل معي 28 دقيقة الباركور متعب 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 يا شباب فالمهم يا شباب بهالتحدي الصعب أو هالباركور الصعب لحد الآن شخصين اللي ختموه أنا وأبو عطا فلاحدا يقولي عن هالو ملك الباركور غير لما يدخل يختم لي هيك باركورات صعبة يا شباب باركورات صعبة بدو يحكي عن هالو ملك الباركور يفرجينا هالو بهايك باركورات شيل ولك ايزي مان ايزي اشتركوا في القناة